في قرار وصف بالتاريخي، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال فترة التصعيد الأخيرة، وهو ما قد يدين إسرائيل التي ارتكبت كثيرا من التجاوزات التي أدت لمقتل واعتقال وجرح كثير من المدنيين الفلسطينيين. الخارجية الفلسطينية رحبت على الفور بالقرار الأممي، وقالت إنه يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدما في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون. في وقت رحبت فيه حركة حماس أيضا بالقرار، فيما ندد به رئيس الوزراء الإسرائيلي وعده معيبا ومشجعا للإرهابيين في العالم. وفي تصريحات لا تختلف عن مواقفها السابقة المؤيدة بشدة لإسرائيل، أعربت الولايات المتحدة عن أسفها من القرار الأممي، ودعت لمعاملة إسرائيل بإنصاف في مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القرار قد يهدد جهود التهدئة المبذولة لوقف التصعيد المتبادل، وهو الموقف الذي ذهبت إليه فرنسا أيضا. وما يميز هذا القرار أنه غير محدد المدة، بخلاف قرارات مشابهة للتحقيق بشأن سوريا، تجدد كل عام.